الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليان ولي الله أمير المؤمنين عليكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم على خلفية أكبر وأعظم وأهيب اجتماع بشري سنوي وهو زيارة الأربعين هذا الاجتماع الأكبر والأعظم والأهيب تصاحبه في كل سنة منغصات تؤلم القلوب تؤلم القلوب تجرح مشاعر مئات الملايين من المؤمنين وهذه المنغصات التي تؤلم المؤمنين يجمعها شيء واحد وهذا الشيء في الواقع غريب جدا تحليله تفسيره صعب وهو العداء والحقد على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هذا الشيء اليوم جدا غريب اليوم شخص يعاد يا الإمام الحسين جدا عجيب هذا من جهة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام استشهد قبل ما يقارب من ألف وأربعمائة سنة يعني الناس لا يرونه بين أيديهم اليوم حتى يعادوه من جهة أخرى الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام مظهره أمام الناس أمام كل من سمع اسم الإمام الحسين صلوات الله والسلام عليه مظهره مظهر شخصية مقدسة مظلومة المظلوم طبيعة البشر تميل إلى الدفاع عن المظلوم أي مظلوم فكيف إذا كان هذا المظلوم مقدسا له وجه مقدس حتى عندما اختلف مع سيد الشهداء في الدين الإمام الحسين شخصية مقدس والإمام الحسين شخصية مظلومة مع هذا الوضع تجد عداء حقدا على سيد الشهداء تفسيره صعب لماذا هذا العداء ماذا صنع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بكم حتى تعادوه أي ضرر أورده سيد الشهداء عليكم حقا نقول تساؤل حقيقي هؤلاء يعادون الإمام الحسين لماذا ما هو السبب ما الذي صنع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ضد هؤلاء لا جواب لهذا السؤال إلا جواب واحد أنا ما عندي جواب آخر وهو نفس السبب الذي جعل يزيد وبني أمي عليهم لعائن الله تترى أبد الآبدين نفس السبب الذي جعل هؤلاء المجرمين يعادون الإمام الحسين لا يوجد سبب آخر أولئك لماذا عادوا الإمام الحسين الإمام الحسين ماذا صنع بهم آذاهم قتل منهم أحدان ماذا صنع لماذا كانوا يعادون الإمام الحسين نفس السبب أحقاد دونية انحطاط نفسية شيطانية روح جهنم وامثال ذلك زيارة الأربعين بعد سقوط النظام البائد في العراق ركز عليها الإعلام الغربي لسنتين ثلاث سنوات عندما كانت الأعداد كبيرة ولكن ما كانت الأعداد استثنائية ما كانت كسر لأرقام قياسية الإعلام الغربي كان يذكر لعله ثلاث سنوات لعله أربع سنوات في بداية الأمر ثم صار الإعلام الغربي يعتم يعتم تعتيما شديدا على هذه الحركة الاستثنائية على هذا الاجتماع البشري الأكبر تعتيم إعلامي كلي من جهة الإعلام الغربي لمدة ست سنوات لا يوجد عنوان خبري واحد في أيام الأربعين عن زيارة الأربعين في الإعلام الغربي الكبير ست سنوات تعتيم كلي بعد ست سنوات من التعتيم اضطروا ذلك قبل لعله خمس سنوات قبل ست سنوات تقريبا اضطروا لأسباب وأسباب لكي لا يحسبوا أناس أو جهة إعلامية غير منصفة لأسباب وأسباب اضطروا أن يذكروا بعض الشيء عن زيارة الأربعين خلال هذه السنوات الخمس الأخيرة لعله ست سنوات الأخيرة صاروا يذكرون شيئا عن زيارة الأربعين اضطرارا ولكن هذا الاضطرار ما جعلهم يذكرون الحقائق اختلقوا اطارا مكذوبا ليجعلوا زيارة الأربعين ضمن هذا الاضطر من أول سنة عندما دخلوا قبل خمس أو ست سنوات بعبارة أخرى تسيس زيارة الأربعين وتعلمون العمل الديني إذا سيس يصبح قبيحا جدا تقبيح زيارة الأربعين تشويه صورة زيارة الأربعين اختلقوا هذه الكذبة من جهة الناس المؤمنين المبالغ التي صرفتها المؤمنون في زيارة الأربعين أرقام وأرقام أذكر لكم رقما واحدا حتى نعرف القضية كم هي كانت كبيرة إحدى شركات تعبئة الماء الصحي في العراق شركات تعبئة الماء الصحي في العراق أكثر من 20 شركة كبيرة كذا و 20 شركة كبيرة أنا هيك عن الشركات الصغيرة لا أعلم كم عددها الشركات الكبيرة التي تعبئة الماء في العراق أكثر من 20 شركة احدى هذه الشركات في فترة زيارة الاربعين في هذه السنة قبيل صفر الى نهاية الاربعين باعت على المواكب والجهات الخدمية لزيارة الاربعين اكثر من خمسين مليون دولار ماء احصائية لأحدى الشركات لتعبئة الماء في العراق شركة مشهورة في العراق شركة واحدة من بين اكثر من 20 شركة المبلغ الذي اشترته المواكب والجهات الخدمية لأيام الاربعين فقط من هذه الشركة فقط الماء ماء الشرب اكثر من خمسين مليون دولار اذا اردنا نحصي كل الشركات كم تكون قد باعت يعني اضربوا الخمسين مليون دولار في عدد الشركات الكبيرة لتعبئة الماء اكثر من 20 شركة كم يكون المبلغ اكثر من مليار لنا اكثر من 20 شركة لا قل نصف مليار قل ربع مليار دولار فقط الماء انزل انزل هذا بالنسبة للماء الطعام الذي بذل كم يكون انت كم مصروف شربك للماء للماء في اليوم الواحد وكم تأكل عشرة اضعاف 20 ضعف 30 ضعف 50 ضعف المبلغ الذي تدفعه للماء تدفعه للطعام الماء شي رخيص طبعا وفي العراق رخيص جدا شركات داخلية اليد العاملة رخيصة الماء رخيص جدا شركات جيدة الماء قنينة الماء بما يعادل من 15 فلس كويتي تقريبا الطعام كم يكون على اقل التقادير على اقل التقادير عشرة اضعاف من فواكه من حلويات من وجبات الوجوات الاساسية من مشروبات عصائر حليب شاي غير ذلك على اقل التقادير كل عشرة اضعاف ذاك المبلغ المبلغ للماء ربع مليار مثلا يكون ما صرف لاطعام الزوار اكثر من مليارين دولار مليارين ونصف اذا قلنا عشرة اضعاف المبالغ التي صرفت لإيواء لإسكان الزوار الزوار جعوا من بلاد اخرى من مدن اخرى ليسوا من اهل كربلاء في الطرق الحسينيات التي بنيت الخيام التي نصبت كم كلفت ليست لي احصائيات اصلا احصائياتها صعبة من البصرة الى كربلاء من بغداد الى كربلاء من ديالة من اقصى نقاط العراق الى كربلاء من بلاد اخرى المكان الذي هوي لهؤلاء الزوار كم كلف عشر مليارات دولار المباني التي بنيت حسينيات كبيرة جيدة ناهيك عن الخيام ناهيك عن ذلك قل خمس مليارات قل ست مليارات دولار تأثيث هذه الاماكن من فارش من وسائل تبريد في الصيف وسائل تدفع في الشتاء كنابل بطانيات امثال ذلك ناهيك عن المبالغ التي صرفها الزوار الذين جاءوا من خارج العراق اكثر من مليون اي زائر جاءوا من خارج العراق كم صرفوا الان وصلوا الى كربلا مبالغ للفيز وللأسف الشديد في بعض البلاد دفع الشخص الواحد اكثر من مئة دولار فقط لتحصيل الفيزة الفيزة لعلها ارخص ولكن جعلت للأسف الشديد الجهات جعلت وسائط بينها وبين الناس في بعض البلاد يلزم ان تراجع الشركة الشركة طبعا تأخذ ارباحا المبالغ التي صرفها الناس لتحصيل تذاكر طائرات تذاكر سيارات قل على اقل التقدير مليار دولار هؤلاء الذين جاءوا من خارج العراق والمبالغ اكثر من هذا كم صرف على هذه الزيارة انزل انزل رقم اقل شيء 10 مليارات دولار على الاقل على الاقل المبالغ اكثر من هذا بكثير نقطة ثانية المسؤول الرسمي للمواكب الحسينية ذكر شخصية مشهورة في كربلاء ذكر احصائية البعض منكم لعلكم قرأتم هذه الاحصائية ولا نقل ايضا صوت صورة ايضا ان عدد المواكب في هذه السنة مجموع المواكب التي كانت في هذه الزيارة بلغت بالتحديد كما ذكر بلغت 29.043 موكبا بين مواكب خدمية ومواكب عزائية بعض المواكب خدمية فقط بعض المواكب عزائية فقط بعض المواكب خدمية عزائية مجموع المواكب التي كانت في هذه السنة حسب هذه الاحصائية 29.043 موكبا بالتحديد كما ذكر طبعا هذه المواكب هي المواكب التي سجلت هناك ارقام لعلها تكون معتنى بها من المواكب لا تسجل تسجيل كل هذه المواكب صعب لأن بعض المواكب في أماكن في مناطق نائية لعله المجموع يكون أكثر من 30 ألف مع إضافة هذه النسبة ما يقارب أو ما يزيد على 30 ألف موكب بين مواكب خدمية ومواكب عزائية من هذا العدد كما ذكر هذا الشخص في هذه الاحصائية المواكب التي هي من خارج العراق هي بالتحديد كما ذكر هي 227 موكبا كما ذكر مجموع المواكب التي هي من خارج العراق من 24 دولة كما ذكر ذكرها طبعا بالتفصيل أسماء الدول كذا من هذا العدد 227 موكبا من خارج العراق أقل من نصف هذا العدد من الشعب الإيراني النقطة الثالث الذي ذهب إلى زيارة الأربعين يجد شيئا ما رآه في كل حياته من الصفاء من النفسية من الروحانية من التعامل العجيب من الناس الخدمة العجيبة التفاني في الخدمة في خدمة الإمام سيد الشهداء وخدمة زوار الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام إخواني شخص وأشخاص عشرات الأشخاص يخرجون من دورهم كليا فترة زيارة الأربعين ليسكنوا في دورهم زوارا لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام حتى غرفة نومه يجعلها لخدمة زوار سيد الشهداء ليسكن في داره عددا أكبر أنا أعرف بعض الأشخاص عشرة أيام أكثر من عشرة أيام دورهم كليا لغيرهم هو وأهله يخرجون إلى بيوت أقاربهم إلى مكان أي مكان صار دور جيدة بعضها مؤثثة بأثاث جيد راقي جدا جديد لخدمة الزوار التفاني الإثار الإثار في المال يجمع بعضهم سنة كاملة شيئا فشيئا يقتر على نفسه يضيق على نفسه المعيشة يجمع شيئا فشيئا أموال ليصرفها على زوار سيد الشهداء في أيام الأربعين النفسيات العجيبة العالية أصلا شيء ليس في الخيال يعني ما رآه الإنسان في كل حياته القضايا كثيرة لا أتمكن أن أنقل ولا عشر معشارها أحد المؤمنين كان ينقل يقول فلان شخص إنسان هذا الشخص بعض الناس للأسف طبيعتهم طبيعة عصبية إنسان عصبي عصبي جدا على أقل شيء تنرفز يغفر يصرخ كان هذا الشخص يخدم في أحد المواكب في طريق النجف إلى كربلاء ونحن نخدم معه هذا الشخص الذي نقل يقول هو في أثناء الخدمة كان هذا الشخص الإنسان العصبي الذي يخدم في هذا المواكب كان يصب حليب للناس للزوار أحد الزوار يبدو كأنه تأخر بعض الشيء في تحصيل هذا الحليب طبعا تصرفات من بعض الناس تصرفات غير صحيحة فغضب عندما أخذ الحليب كب هذا الحليب في وجه هذا الشخص الذي كان يخدم لأنه تأخر يقول نحن قلنا من بعيد كنا نراقب ننظر في هذا المواكب قلنا هذا الشخص الآن يصرخ يضرب لعله ذاك الزائر فبسرعة تقدمنا حتى لا تحدث مشكلة فرأينا هذا الشخص الخادم العصبي يبكي يقول قلت له لا بأس ما صنع شيئا كب حليب يغسل وجهك هذا ما صار شيء ماذا تبكي لا داعي للبكاء قال لا أنا ليس بكائي أنه صب كب هذا الحليب في وجه أنا بكائي على أنني أغضبت زائرا للإمام الحسين بالله عليكم هذه النفسيات أين تحصل إنسان عادي يصنع هذا الصنيع لا إنسان هو بطبيعته إنسان عصدي في أيام زيارة الأربعين يتغير هذه الروحية هذه النفسية العالية الراقية التي تحصل بالله عليكم هذه شغلة حكومات شغلة سياسية عندما أقول الإعلام الغربي كذاب كذاب ليس كاذبا كذاب هذه شغلات سياسية أصلا في السياسة توجد هذه الحالات السياسة مجرد مصالح خلاص في العالم كله في السياسة توجد نفسية عالية لا في السياسة توجد روحانيات لا هذه النفسية بهذا المستوى والقصص بالعشرات والمئات والآلاف هذه النفسية تسييسها تسييس هذه الحركة الروحية العظيمة هذه الخدمة الحسينية العظيمة يجعلونها قضية سياسية أي كذب هذا تشويه للسمعة هذه هذا الشيء بهذه الدرجة من الرقي ينزلونها إلى مستوى يجعلونها قضية سياسية حكومة لمصالح سياسية صنعت هذا الصنع هذه أي كذبة هذه كذبة عادية لا هذه كذبة كبيرة لا هذه كذبة كبرى هذه الكذبة لعلها تستحق أن يسميها الإنسان كذبة السنة هذه ثلاث نقاط سريعة ما الذي أريد أن أقول أريد أن أقول إخواني إلى متى يبقى الإنسان مستأجرا اشتر بيتا يعني ماذا يعني كفى الاعتماد على الإعلام الغربي الإعلام الغربي في هذه القضية التي بأم عيننا رأيناها هكذا يكذب كذبة عظيمة عادي عادي يكذب اقرأوا انظروا المقاطع مقاطع الفيديو للأخبار مراكز أخبارية عالمية بريطانية أمريكية تكذب هذه الكذبة كفى بس اصنع لنفسك إعلاما الإعلام الغربي هكذا يتعامل مع قضاياك المهمة بهذه الكذبة تقبيح العمل تسيسه العمل الديني إذا سيس يكون أقبح ما يكون يجعلون هذه القضية الكبيرة النورانية الاستثنائية التي لا نظير لها طيلة أيام السنة يجعلونها قضية سياسية كافي خلص ابن لنفسك إعلاما أشفي إعلامك أنت أنقل صوتك إلى العالم هؤلاء لا ينقلون صوتك إلى العالم هؤلاء ينقلون هكذا شيء مشوه إلى العالم ست سنوات لا يقولون كلمة عن قضية هي أكبر قضية أكبر حدث على وجه الكرة الأرضية بعد ست سنوات عندما يضطرون أن يدخلوا في القضية يدخلون بهذه الأكافية أنت أنقل صوتك ابن لنفسك هنا تساؤلات أتركها لوقت آخر تساؤلات مهمة وجوابها فيه شواهد جميلة وشواهد مؤثرة جدا شواهد مشجعة جدا أنا رأيتها في هذه السنة في زيارة الأربعين وفي السنوات الماضية أيضا هذه التساؤلات نتركها إلى وقت آخر كلمتي الأخيرة للزوار في زيارة الأربعين للذين خدموا زوار الإمام سيد الشهداء في هذه الفترة للمشاية لغير المشاية الذين تحملوا بعض الصعوبات والصعوبات في طريق زيارة الأربعين اسألوا من الزوار لذيذة فيها لذة لا نظير لها عندما تمشي إلى زيارة سيد الشهداء لعل أرجلك تتعب ولكن في هذا التعب لذة لا تجد مثلها في أي وقت آخر في أي مكان آخر الذين تحملوا صعوبات من هذا القبيل لا عليكم بما يقوله الإعلام الغربي هو يريد أن يصادر جهودكم ليفعل ما شاء عند الله محسوب النبي صلى الله عليه وآله دعا لك ليصنع الآخرون ما صنعوا أمير المؤمنين دعا لك الصديق الكبرى دعت لك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واحد واحد منهم دعوا لك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام له دعاء لك أعظم من أعظمة السماوات دعاء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لزوار الإمام سيد الشهاداء للذين يخدمون هذه القضية للذين يرفعون راية الطف الإمام الصادق ببيانه إجمالا أن هؤلاء اختارهم الله عز وجل هذا مختار منتخب مجتبى من قبل الله عز وجل الله اختارك أن جعلك خادما في هذه القضية الحسينية وتعلم أن مئات الملايين من الشيعة يتمنون أن يكونوا لمدة دقيقة واحدة مكانكم يتمنون أن يخدموا زوار الإمام سيد الشهداء أن يمشوا إلى زيارة سيد الشهداء أن يزوروا الإمام الحسين في الأربعين وغير الأربعين تذكر يوم القيامة عندما تقف أمام الشفيعة الخلائق أم الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين ترفع رأسك مكتوب على جمينك هذا من زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا موافق بتوفيق كبير ما يقوله الآخر وليقوله يريدون أن يصادروا جهودك ليصنعوا ما شاء ملاحظة بعيدة عن قضية زيارة الأربعين ملاحظة مختصرة شهر ربيع الأول بدأ من هذا اليوم في شهر ربيع الأول ويسمى ربيع المولد هناك مناسبات سعيدة أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلامة العديد من المناسبات المهمة في هذا الشهر من هذا اليوم ابتدأ شهر ربيع الأول ربيع المولد ولكن الأفراح مبتدأت من هذا اليوم في هذه الأيام في هذا الأسبوع توجد مناسبات عديدة ظلم كبير وقع على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذه الأيام بدأ من الهجوم على بيت أمير المؤمنين والصديق الكبرى صلى الله عليه إلى استشهاد سيدنا المحسن عليه السلام ولذا بعض العلماء يسمون هذه الأيام بالعشرة المحسنية هذه أيام فيها ذكريات عديدة لمصائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الأفراح في شهر ربيع الأول وربيع المولد مبتدأت من بداية الربيع إنما بعد استشهاد الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام تبدأ أفراح أهل البيت استشهاد الإمام العسكري يصادف ذكرى استشهاد الإمام العسكري تصادف الجمعة القادمة بعد استشهاد الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام من التاسع من ربيع الأول تبدأ أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالمناسبات السعيدة العديدة في هذه الأيام أيضا الإنسان يحضر مجالس حسينية الإنسان بالنتيجة الأفراح ما ابتدأت إذا الإنسان عنده شيء من الأفراح يرجوها إلى بعد استشهاد الإمام العسكري لعله يكون ذلك أو لا نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بمقامه عند الله عز وجل بحبه لله بحب الله له اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا خدمته في الدنيا شفاعته في الدنيا والآخر اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة